اشتركوا في القناة 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 بعد كده هنا بيجي لنا المطبخ ده كده شكل المطبخ اهو والغاز شا زي ما انتم شايفين كده داخل جوه اهو ده الغاز متنسق حلو جدا المطبخ على فكرة جماعة ممكن يكون المطبخ صغير شوية بس بتنسيقك ليه بتحس ان هو كبير وممكن يكون المطبخ كبير بس بتنسيقك ليه اللي مش كويس تبص تلاقي المطبخ شكله صغير فالمطبخ ده ما شاء الله شكله صغير ولكنه متنسق قويس جدا فلذلك يبني ان هو كبير بعد كده هنا عندنا اول غرفة دي اول غرفة اهي برضو بتبص على الشارع العشرين متر مساحتها تقريبا اربعة فاربعة تشطيب سوبر لوكس زي ما حضراتكو شايفين كده دي كده اول غرفة معنا الشاقة جماعة ثلاث غرف بعد كده هنا بيجي لنا الحمام ده كده يعتبر الحمام الكبير الحمام التاني في غرفة مستر هورين حضراتكو دلوقتي برضو الغاز واصل للحمام زي ما حضراتكو شايفين كده بعد كده نخش على الغرفة التانية دي تاني غرفة اهي دي تعتبر الغرفة الرئيسية اللي فيها الحمام ده الحمام هول في الغرفة المستر دي حمام حلو جدا وفيه بانيو ده كده شكل الحمام بس السخان اللي فيه كهرباء يعني الغاز مش واصل في الحمام ده انما واصل في الحمام التاني بره الحتة دي جماعا مفروض ان هي كانت بلكونة ولكن تم تقفلها كده الدلاب الصغير ده ودي برضو بتبص على الشارع يعني لو دي كانت لسه معمولة بلكونة زي ما هي كانت هتبقى البلكونة التالتة دي بتبص على الشارع الجانبي اللي هو العشرة متر نبدأ نرجع كده تاني نخش نشوف الغرفة التالتة دي كده هنا الغرفة التالتة اهي مساحتها تقريبا برضو تلاتة ونصف اربعة او برضو ممكن تكون اربعة فاربعة مساحتها حلوة مش صغيرة فيها بقى الشباك ده بيبص على الشارع العشرين متر ودي البلكونة تعتبر في النصية بتبص على الشارع العشرين متر والشارع العشر متر ان شاء الله موقعها مميز جدا الناحية دي كده بتبص على العشرين متر هوريها لحضراتكم اهو ده الشارع العشرين متر اللي احنا جايين منه من تحت اهو كده وفي الجنب كده الشارع العشر متر هوريه لحضراتكم برضو اهو ده الشارع العشر متر نراجع مع بعض البيانات بسرعة الشاقة مية وتلاتين متر تحت العجز والزيادة الشاقة ثلاث غرف ورسبشن ومطبخ واثنين حمام اثنين حمام منهم حمام في غرفة مصدر الشاقة فيها اثنين بلكونة موجودين كان فيه بلكونة تلتة بس اتفتحت شباك مع الغرفة الشاقة في الدور العاشر برج اثناشر دور وفيه اثنين اصنصير الشاقة عنوانها الهرم شارع اللبيني خلف اولاد رجب الشاقة للبيع بالعفش او بدون في حالة البيع بدون العفش سعر الشاقة خمسمية وخمسين الف في حالة البيع بالعفش هيتم تقدير سعر العفش عند المعينة على الطبيعة ان شاء الله اتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المهندس حازم عبدالله